شكرا جزيلا قلنا نجيب مصطفى أبو الخير علشان نتطمن عليه بعد الإصابة القوية اللي احنا عرضناها قدام حضراتكم وزي ما قال النادي الأهلي ما بيتخلاش عن أبنائه وقف جنبه كل اللعبة سالت عليه كابتن خالد بيم وديره الكورة الجهاز الفني الفريق الأول يعني كل الناس وفت معاه وإن شاء الله بنتمناله الشفاء سريعا ويرجع إن شاء الله للملاعب مرة أخرى أيضا واحد من اللعبة اللي احنا دايما برضو بنراهن عليها دايما بنسلط الضوء عليها محمد ياسر لاعب النادي الأهلي المعار إلى الدوري أتيشيكي محمد ياسر واحد من اللعبة المميزة النادي الأهلي اشتراه أو جابه من شيربين وهو ولد صغير وانضم لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي النادي الأهلي فكرة الإعراض إعراض سواء في الدوري الممتاز أو في إعراض خارجية الاحتراف في أوروبا محمد ياسر كان طلع بعض اللاعبين للتشيك اللاعبة رجعت إلا محمد ياسر فضل متمسك بحلمه فضل يحارب ويصر إنه يكمل في هذه التجربة محمد ياسر ما شاء الله دلوقتي محترف في الدوري التشيكي في نادي تبلستا التشيكي النادي الأهلي أو نادي تبلستا التشيكي جدت أعارته لمدة موسم آخر كلام ده من شهر الفترة دي ماشي بشكل جاي جدا في نادي في التشيك سجل خمس مباريات عمل اتنين أسست في الدوري خمس أهداف في الدوري وسجل خمس أهداف وأسستين في الدوري وسجل هدفين في كأس التشيك ماشي بخطة سابتة وهنا عندي علامة استفهام على المنتخب الأوليم بالمصر لما بعندك لاعب بالمواصفات دي لاعب بيلعب في دوري قوي زي الدوري التشيكي مهاجم بيمتاز بالطول بيسجل من أنصاف الفرص إزاي ما استدعيش اللاعب ده ولا مرة معسكر المنتخب مصر ياريت نعرض أهداف محمد ياسر وأنا بتكلم علشان الناس تبقى معانا تشوف الموهبة الموجودة الموهبة الموجودة لللحظة أنا بكلم حضراتكو لسه ما نضمش لمنتخب مصر أوليمبي وإحنا بنتكلم وبنقول المركز ده عندنا ندرة وعندنا نقص فيه في كرة المصرية شوف الهدف ده وشوف المهارة الحلوة دي بيقطم وبحط برجلين الشمال ورجلين اللي اتنين شغالين اليمين والشمال وبيمتاز بالمهارة العالية وبيمتاز أيضا بضربات الرأس هنشوف له أهداف كمان بضربات الرأس مميز في ضربات الرأس لما راح كان فيه صعوبات في الأول في النواحي التدريبية في النواحي البدنية بدأ دلوقتي يتأقلم على الكلام ده والسنة دي ما شاء الله في الدوري بيسجل خمس أهداف بيصنع بيسجل في الكاس واحد من العناصر الأساسية بدأ يدخل التشكيلة الأساسية أو تشكيلة الأمثل في التشيك للأسبوع الثاني على التوالي علشان كده من هنا نداء للمنتخب الأوليمبي وميكاليا المدير الفني لازم الرجل ده ياخد فرصة في المنتخب الأوليمبي لازم يتم استدعائه لأحد المعسكرات علشان تشوفه وتقيمه عن كرب